أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزقنا المشاهدين والمتابعين معانا على القناة النهاردة هتكلم معاكم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهيكون معانا في لقاء النهاردة تفسير رؤية العيد في المنام وهيكون موضوع النهاردة عن رؤية عيد الفطر في المنام والعيد بصفة عامة في الواقع بيبقى تعبير عن الفرح والسعادة والسرور وبصفة خاصة لعيد الفطر بيعبر على الفرح والسعادة وكمان عن الراحة بعد التعب وكمان عن العطاء بعد الحرمان والامتناع وكمان بيبقى تعبير عن المنح والخير والمكافأة بعد الصبر واكيد برضو رؤيته في المنام بتدل على نفس المعاني الموجودة في الواقع والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وبالتالي ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو في عيد الفطر فهنا الرؤية ديه دلالة ليه على انتهاء ما كان فيه من صبر وان ربنا سبحانه وتعالى هينعم على الرأي منعم كتيرة في الواقع منها الفرج بعد الصبر على ما كان فيه الرأي ايا كان ايه بقى الرأي هو العارف هو ايه اللي بيه ونقول ان الشاب الاعزب وان شاف رؤية في المنام انه هو خلص الصيام وانه مقبل على عيد الفطر فهنا الرؤية ديه هتكون دلالة ليه على كرب زواجه ونقول ان اي حد شاف رؤية في المنام انه هو صايم اول يوم عيد الفطر فهنا نقول له خلي بالك الرؤية ديه دلالة ليك وكمان تنبيه ليك ان في حاجة حرام او غلط بتغضب ربنا سبحانه وتعالى انت بتعملها ولازم انك تبتعد عنها وتنتهي عنها ونقول كمان ان اي حد شايف رؤية في المنام ان هو بيصلي صلاة عيد الفطر فهنا الرؤية ديه دلالة ليه على تحقيق امنية كبيرة جدا جدا ليه في الواقع كان بيتمنها من زمان من ربنا سبحانه وتعالى وهتكون سبب في ساعاته في الفترة المقبلة ونشاف برضو اي حد ان هو بيصلي صلاة العيد وكان بيكبر تجبيرات العيد او سمحها فهنا الرؤية هتكون دلالة ليه على النصر والتفوق على خصومه في الواقع او التفوق في مجال عمله او مجال دراسته او زوال اي شيء كان بيسبب ليه في الواقع هم وقرب والله سبحانه وتعالى ادره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وليه شوف رؤية في المنام ان هو بيختسل غسل عيد الفطر ان هو بيستحمى يعني عشان العيد فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على امور كتيرة وهي ان كان الرأي في الواقع انسان مريض فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على قرب شفاءه وتعفيه وكمان هتشعوره بالراحة والسعادة بشفاءه اما بقى ان كان الرأي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى في الواقع فهنا هتكون الرؤية ديه دلالة ليه على طبته وطرق المعاصي وانه هيكون انسان سعيد بانه ترك المعاصي واتجه الى طريق الله سبحانه وتعالى ومش هيشعر بصعوبة في الامر ده في الواقع وكمان هنقول ان الفتاه العزباء وان شافت رؤية في المنام ان هي بتختسل غسل عيد الفطر فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على قرب خطوبتها في الواقع وكمان الانسان المديون في الواقع وشاف رؤية في المنام ان هو بيختسل غسل عيد الفطر فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على قرب سداد دينه في الواقع وبرضو اللي يشوف رؤية في المنام ان هو بيختسل غسل عيد الفطر فالرؤية هنا دي دلالة ليه إن هو بيتبع سنة سيدنا محمد في الواقع عليه أفضل الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان أي حد شاف رؤية في المنام أول أيام عيد الفطر فهنا هتكون الرؤية دي دلالة ليه إن فيه أموال كتير جياله في الطريق إليه وين شاف الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة اللي بينهم مشاكل زوجية في الواقع هم انفصلين دون طلاق فهنا هو هتكون الرؤية معناها إيه لما يشوف أي حد فيهم رؤية عيد الفطر في المنام فهتدل على قرب الصلح بينهم وعودة الحياة لطبعتها وإن الله سبحانه وتعالى هيجمع بينهم مرة تانية بعد الانفصال وكمان برضو اللي يشوف رؤية في المنام إنه هو انتهى من صلاة عيد الفطر وراجع لمنزله فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على تبديل حاله من اللي هو فيه إلى حال أفضل وأحسن إن شاء الله سبحانه وتعالى وكمان بالصفة عامة رؤية عيد الفطر في المنام دلالة على التصالح بين المتخصمين وعودة صلة الرحم بعد انقطحها وكمان دلالة للأباء على بر أولادهم بيهم أكتر من الفطرة السابقة ورؤية الاحتفال بعيد الفطر في المنام دلالة على راحة البال من كل شيء في الواقع أيا كان إيه هو والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وكلمة عيد بكرت في القرآن الكريم في صورة المائدة في الآية رقم 114 طيب رقم 114 ده ما بيفكرناش بحاجة معينة أقول لكم أيوة عدد صور القرآن الكريم 114 صورة وبالتالي رؤية عيد الفطر في المنام اللي بتيجي بعد شهر رمضان شهر الصوم وشهر القرآن في الواقع فالرؤية دي هتكون دلالة على إن الرأي كان بيقرأ قرآن كتير أو إنه مستمر على ختم القرآن بصفة مستمرة وده اللي هيخلي أيامه كلها على طول عيد وفرح وسعادة في الدنيا وإن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون برضو عيد في الآخر وإن المرأة المتزوجة اللي بتتمنى الحملة في الواقع والإنجاب وشافت رؤية في المنام إن زوجها أحضر لها الدقيق وإن هي بتخبز كحك العيد فهنا هتكون الرؤية دلالة لها إن شاء الله سبحانه وتعالى على قرب حملها إن شاء الله ورؤية مظاهر عيد الفطر في المنام بصفة عامة سواء بقى كان الاحتفال به أو مرح الأطفال أو رؤية كحك العيد فهنا هتكون الرؤية دلالة للرأي على زوال همومه والمصاعب اللي بيمر بيها في حياته الواقعية والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وكمان اللي بيشوف رؤية في المنام إن هو حد بيقوله بكرة عيد الفطر فهنا هتكون الرؤية دلالة ليها على قرب الأخبار السعيدة والصرة والمفرحة اللي جاية ليه في الطريق وكمان إن أي حد شاف رؤية في المنام رؤية هلال عيد الفطر فدلالة برضو على قدوم الأخبار السعيدة اللي منها بالأخص قرب الحمل للمرأة المتزوجة في الواقع أو قرب الولادة للمرأة الحامل في الواقع وكمان سهولة الولادة ليها وهنقول بقى إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إنها كانت بتصوم شهر رمضان وكان معها طلقها أثناء الصيام وإنها بعد كده بتحتفل بعيد الفطر وبرضو بقى مع طلقها فالرؤية هنا دي هتكون دلالة ليها على إنها هتعود تاني مرة مرة تانية لطلقها وهتعيش مع المرأة دي في فرح وسعادة واستقرار عن قبل كده أما بقى إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية إنها كانت بتصوم شهر رمضان ومع طلقها برضو في الرؤية في المنام وإنها كانت بتحتفل بقى بعيد الفطر مع رجل آخر غريب ما تعرفهوش فهنا هتكون الدلالة ليها الرؤية على قرب زواجها بس من رجل آخر غير طلقها أما بقى إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إنها بتصوم شهر رمضان مع طلقها وإنها بعدها كانت بتحتفل بعيد الفطر لوحدها بس كانت بتشعر بالسعادة داخل الرؤية فهنا الرؤية دي دلالة ليها على عدم زواجها مرة أخرى من أي حد ولا حتى هترجع لطلقها وإنها هتكون سعيدة ومبسوطة ومرتاحة من غير زواج المنام إن هو بيهني أي حد بالعيد الفطر أو العكس حد بقى هو اللي بيهنيه بعيد الفطر فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على إن في مناسبات سعيدة جدا في الفترة اللي جاية هتيجي عليه والله سبحانه وتعالى أضره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله